رغم حيازتهم للإجازات في آخر لحظة والمشاكل المالية التي يعاني منها فريق أولمبي أرزيو إلا أن هذا الأخير يطمح لضمان البقاء بأريحية بدينا هذا الموسم في شوية مشاكل سينتلوه فينانسي بدينا متأخرين الحمد لله احنا كما يقول لك لاتتنا شوية تشجيع معظم الفريق تعالي ناشونال دوب بدأوا شوية متأخرين هذا اللي خلنا باش إسينا باش ندروا بروغرام باش راترابو شوية روتار بينما فريق أمل بسعدة حافظ على استقرار تشكيلته ومدعما إياها ببعض العناصر الجديدة للاعب أدوار مشرفة في هذا الموسم عملنا بكل رياحية في ظروف جيدة اللعبين تم اختيار كانوا اللعبين تعالي 70% من الموسم الفارض واختحمنا بعد الشبال مجاوزو 22 سنة بداية المباراة شهدت ضغطا كبيرا من قبل أصحاب الأرض الذين عرفوا كيف يفرضوا أنفسهم على نسق اللاعب وكللت هذه المبادرات بهدف السبت في وقت مبكر عن طريق المهاجم عمر يحياء صاحب القميس 11 وفي الدقيقة 11 رد فريق أمل بسعدة لم يكن قويا ولم يشكل خطرا على مرمى الحارس مده الأولمبي واصل بنفس المنوال في محاولة لمضاعفة النتيجة إلا أن محاولته باءت بالفشل لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق أصحاب اللون الأزرق والأبيض بهدف دون رد الشوط الثاني بدأه الأولمبي بنية الضغط على المنافس الذي وقف الند للند لكل الحملات الهجومية للفريق المنافس أمل بوسحدة لم يركن إلى الخلف وصنع بعض المحاولات التي أقلقت دفاع الأولمبي ليتمكن من الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة السادسة والستين إثر لمست يد أعلنها الحكم بوستة ضربة الجزاء تولى تنفيذها البديل دريفل بإحكم بعد هذا عرفت المباراة لعبا مفتوحا من الجانبين أين حاول كل فريق إضافة الهدف الثاني ولكن هذه المحاولات لم تترجم إلى أهداف